الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول نحن مجموعة شباب نلعب تحدي من طرف واحد فالخاسر مثلا يحذر في اليوم الآخر شيء نطلبه منه إما فاكهة وحلويات وقال بعض الإخوة الخاسر يحذر غدا مبلغا من المال ونتصدق به للفائزين فهل هذا جائز؟ الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فإنها تعتبر قمارا وميسرا والمتقرر عند العلماء أن الأصل في المسابقات والمغالبات عدم أخذ العوض إلا بدليل ولم يستثن الدليل إلا ثلاث مسابقات فقط مسابقة الجمال ومسابقة الخيول ومسابقة الرماية لأنها مسابقات تنفع في أمر الجهاد وتعلم فنونه وأما ما عدا هذه المسابقات الثلاث وما يلحق بها فيما هو من معناها فإن أخذ العوض عليها لا يجوز وبناء على ذلك فما تفعلونه من الاشتراط في هذه المغالبة على الخاسر أن يدفع أو أن يأتي بشيء أو أن يغرم شيئا فإن هذه المغالبة عوض من الطرفين حتى وإن لم يدفع الطرفان فإنها مشروطة بشرط قد يكون في هذا الطرف وقد يكون في هذا الطرف لأننا لا ندري من الخاسر فقد يكون الخاسر الطرف الآخر وقد يكون الخاسر الطرف الذي فيه أنا فبما أن الخاسر غير معين فيكون العوض يتصور دفعه من الطرفين فحينئذ هذه مغالبة مبنية على المخاطرة لأن كل واحد قد يكون هو الغانم بخسارة صاحبه وقد يكون العكس فلا يجوز هذا الأمر وهو من القمار والميسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولكن متى تكون المغالبة من طرف واحد تكون المغالبة من طرف واحد إذا انتدب أحد الطرفين بدفع شيء من المال ابتداء قبل معرفة كونه خاسرا أو رابحا فقال أنا سأدفع ثمن الجائزة فإن فزت أنا فالجائزة لي وإن فزتم أنتم فالجائزة لكم ولا يكلف الطرف الثاني بدفع شيء مطلقا ويكون الدفع قبل ابتداء المغالبة فهذه من طرف واحد وهي جائزة ولا حرج فيها ولا بأس لكن أما أن ينتظر حتى ننظر من الخاسر والخاسر منا هو الذي يدفع فهذه حقيقتها مغالبة من الطرفين وكل مغالبة من الطرفين فهي قمار وميسر فلا يجوز لكم أن تلعبوا بهذه الصورة والله أعلم أنا انتظر عن ذلك شكرا